وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت ييلن في زيارة لألقارة الإفريقية وهي في الحقيقة زيارة مميزة واستثنائية تستمر لأحد عشر يوما وهي مدة طويلة بالنسبة لمسؤول أمريكي في زيارة ألقارة الإفريقية وزيارة فريدة من نوعها بالفعل بدأتها يوم الثلاثاء الماضي وتستكملها اليوم وتلتقي فيها رئيس الاتحاد الإفريقي والرئيس السنغالي ماكي سال والتقت تنقلت فيها ما بين عواصم إفريقية كثيرة يأتي هذا في إطار الاهتمام الأمريكي المتزايد مؤخرا بالقارة الإفريقية والتوجه إلى القارة الإفريقية والذي ربما شاهدناه جميعا خلال العام الماضي بنهايات العام الماضي عندما أقيمت القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن وحضرها الكثير من الزعماء الأفارقة والمسؤولين الأمريكيين وتحدث فيها أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وتم التأكيد فيها على عدة أمور وهي تدعيم الروابط الاقتصادية والتبادل التجاري بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية كذلك دعم القارة الإفريقية في التحول إلى الطاقة النظيفة ووقف استعمال الوقود الأحفوري الملوث للبيئة كل هذه الأمور وكل هذه التعهدات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية من مساعدات للقارة الإفريقية بحوالي 13 مليار ونصف المليار دولار وأيضا هناك حوالي 15 مليار أخرى لدعم تحول القارة الإفريقية للطاقة النظيفة ودعم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنافس الأمريكي المحموم مع الصين على القارة الإفريقية فهذه الزيارة سبقتها زيارة أخرى قام بها وزير الخارجية الصيني إلى القارة الإفريقية زار فيها خمسة عواصم إفريقية وتأتي هنا الولايات المتحدة كالعادة كرد فعل على النفوذ الصيني المتزايد في القارة الإفريقية وفي الحقيقة هذه الخطوة انتقدها بعض المسؤولين الأمريكيين وانتقدها أيضا مسؤولون دوليون مثل مديرة صندوق النقد الدولي وقالت أنه ليس من اللائق أن تكون القارة الإفريقية مجرد ساحة صراع صيني أمريكي وإنما نريد أن نمد أيدينا إلى القارة الإفريقية لتطويرها لأنها تستحق ذلك بعد سنوات كثيرة من التجاهل ولكن في النهاية الولايات المتحدة يبدو أنها عازمة وبقوة على التوجه للقارة الإفريقية وهي تستكمل توجها بدأ ربما قبل حتى القمة الأمريكية الإفريقية في قمة المناخ في شرم الشيخ والتي أقيمت في مصر وكانت تتضمن أيضا تعهدات أمريكية قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن للقارة الإفريقية